سهل خير على كل مشاهدي شاشة قناة النادي الاهلي اهلا ومحبا بكم وحالة جديدة من المجر النهاردة عندي محطات لازم اتكلم فيها لما اتكلمنا مع حضراتكم قبل كده انا هطول عليكم في الانترو شوية معلش احنا الفترة فات لما كنا بنتكلم وبقول لي جماهيري النادي الاهلي ما تقلقوش على فدقيتكم العملية بش بكم من اللعيبة اللي انا بجيبها المشكلة عندنا ان بشوف المراكز الناقصة ايه واقدر اباديها كويس مجلس ادارة بقيادة الكابت المحمود الخطيب بيفكر كويس وعاوز يسعد الجماهير عشان كده لما قلتلكم الصبر كويس الاهلي رجع فعلا الاهلي رجع وده بفضل ربنا سبحانه وتعالى بفضل الادارة وبفضل اللعبين والاجهزة الفنية احنا مبتكلمش من فراغ انا ببقى شايف فيه رؤية شايفها ان ربنا بدينا رؤية كده الحمدلو احنا لعبنا كورة مش قولك بقى لا لعبت كورة الحمدلله وكان ربنا موفقني اوه وداني كتير اوه في الكورة عشان كده ما بتكلم ما بتكلم من منطلق ان انا عارف ايه اللي هيحصل وقلتلكم قبل كده الاهلي لا يموت بعد الشر عليه الاهلي يمرض بيرجع بسرعة بيقدر يشوف لان دي سنة الحياة مش هيفضل طول عمره كويس وش هيفضل طول عمره وحش لكن معلش هو انتوا عانيتوا شويس سنتين اللي فاتوا بش بالفرقة بس لا دا كان بحاجات كتيرة اوي اوي وانتوا عارفين انا كان بالتحكيم وبالتحاد الكورة وي وي بحاجات كتيرة اوي لكن بفضل ربنا سبحانه وتعالى الادارة ادرت ترجع الفرقة تانية في اسرع وقت عشان كده بقول لكل المنافسين المارد رجع المارد لاحمر رجع وكل واحد يخشه جحره تاني انا بقولش الكلام دا عشان لقد انا كنت بقولي الكلام دا من فترة والحمد لله اتحقق وربنا اكرمنا وبرضه بقول لكم انتوا قلقانين لجماهي الناد الاهلي الصفقة جاية وصفقة تقيلة وممكن تكونوا بقى الصفقتين ممكن تبقى حاجتين اتنين ما تقلووش كل حاجة ان شاء الرحمن الفترة جاية بتاعة المارد الاحمر عشان كده ما تبصوش للناس اللي بتتكلم وترغي وما عايزين يلهوكم عايزين زي ما عملوا السنتين اللي فاتوا ولا تسألوا بحد ولا تفكروا بحاجة فكروا بفريتكم وانتم السند الوحيد لفريق الناد الاهلي عشان كده بقول لكم اقف ورا الادارة واقف ورا لعبتكم وجهاز الفني واللعبين لعبين رجالة هم كل اللعبين اللي لعبت السنتين اللي فاتوا كانوا مجهدين من الضغط اللي كان بيتحط في الجدول وي 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 والكلام ده والقصة دي كلها انتوا عارفينها لكن رجع الناد الاهلي مش بقولك لأ رجع الناد الاهلي وما تخافوش من زي السنتين اللي فاتوا لان ربنا عادل وفيه حاجة اسمها عادل ربنا في الارض ما يهمكوش بقى لا حكام ولا غيره اللعبها مصممة بتلعب وتسجل اهدافه ورجولها ما في بعدها رجولها عشان كده انتوا شفتوا الفترة اللي فاتت الناد الاهلي ماشي المتشات الكبيرة برامد كسب تلاتة الزمالك كسب تلاتة البنك الاهلي كسب واحد انه طبعا بعد مباراة كبيرة قدمها مع نادي الزمالك قالك الفرقة مكادة بنعذر الفرق لما هما قدوا الغرض عليهم لهم جابوا تلات نقاط وبعد كده بعض الناس المحللين واللي بيتكلموا والخبرى والنقاط اللي بيقولوا عليهم اللي هما بيهروا هاري ما فيش بعد كده بيقولك النادي المنافس كان ماسك الكولر لحد الستين ديها طب ما كسبتش ليه لما انت بتلعب قدام خصمه ضعيف ما كسبتش ليه النادي الاهلي ميستر كولر بيلعب بتكتيك والراجل فرق بينه وبينه خمس نقاط قبل الماتش وبيلعب تكتيكيا ما يخشش فيها جون انما ممكن اخطب جون انا ما ليش جاعة بقى ان المدير الفن التاني غير غلط غير صح غير ما عملش وانت مش عارب نستغل اخطائك مش عارب نكسبك انا ما عرفش وهاتيا هاري وهاتيا كلام وكلام مالوش اول من اخر وكلام مالوش سرى بكرة القادم وامطلعين الخصم بتاعي هو البطل بطل على ايه محترامي بطل على ايه احنا نبص في الاخر النتيجة ايه النتيجة ان النادي الاهلي حقق فوز كبير اوي اداء قالك لا هم بس النص الساعة الاخيرة وانت اديك شايفين الاهداف هي الهدف الاولاني فبشحنا اللي بنتكلم فمبروك عودة كهرباء تاني وحمد فتح المتقلق بسم الله ما شاء الله وحسين الشحات اللي رجع تاني رغمنا كنت زعلان من حسين الشحات وبقول لي عبدالقادر عبدالقادر شغل نفسك شوية وشغل دماغك شوية بتحتفص بالكرة كتير والنجوم ومروان اللي جه وكل اللعيبة اللي جات الجديدة بسم الله ما شاء الله صفقات نكحة مليون المية وانا بيش بتكلم ده بيش بتاعنا لا ده بالمشاهدة وبالاداء اللي موجود في الملعب وشفته اللعب هو محمد شريف محمد شريف رجع تاني وهو ده محمد شريف نحنا نعرفه وده انتو شفته قد ايه المدير الفني هو بيتكلم بيقول لك انا اشتغلت مع لعيب لعيب هو العام اللعيب بيبقى ايه عامل نفسي انما عنده آه عنده انا كنت زعلان من محمد شريف وزعلان من عبدالقادر بس لسه زعلان من عبدالقادر اني بجيه عبدالقادر انت عندك امكانيات غير عادية عندك امكانيات غير عادية بس انت حطتها في حتة صغيرة كده في خانة صغيرة بتمسي الكرة عاوستفوت يا سيدي الوقت اللي انت عاوستفوت فيه فوت والوقت اللي انت عاوستفوت فيه والوقت اللي انت عاوستفوت فيه با تحتفص بالكرة كتير بقول مبروك عود الكهرباء مبروك شريف مبروك حسين الشحات يعني كل المروان اللي جي جديد والسر دي باك التاني اللي جي يعني بقول لكم حاجة باسم الله ما شاء الله تفرح ده كل ده وعند الغيابات تسع العيبة هو فيه ايه هو فيه ايه الجمال ده ايه الجمال ده فعشان كده انا بقول للنادي الاهلي في المباريات الكبيرة تخدم للنادي الاهلي كسب بيرامت وكسب اللي هم المنافسين بتوعنا وكسب الزمالك وكسب البنك الاهلي وتصدر ورايح بعد كده لكاس العالم بنقفل على المحلي بنبص على كاس العالم مش هنعمل زي كل الناس ونبع احنا عزيني نعب مع ريال مدريد احنا بش عارف لا احنا بنسنة سنة كده بنماتش الاولاني انشاء الرحمن بنكسبه وبعد كده بنبص لللي بعده واللي بعده لللي بعده لانه مراد كبوس والنادي الاهلي ما عودنا باستمرار انه هو بتاع المراحل الصعبة بتاع الفرق الصعبة اذا كان في الدور العام او في المباراة الدولية كاس العالم طبعا انتو شفتوا مجلس ادارة ما بيسبش كل التفاصيل الصغيرة اللعيبها تلبس ايه اللعيبها الشلط لونها ايه البدل لونها ايه الجزم لونها ايه كل حاجة انا بقول لكم يا جماعة والله العظيم تلاتة انا مش بقولي الكلام ده عشان انا في قناة النادي الاهلي اتعلموا من النادي الاهلي مش لازم بتاخدوا كل حاجة كل واحد ياخدوا لقد امكانياته النادي الاهلي امكانياته كبيرة قوي 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 من ساعة ما بدأ من 1907 مبادئ اسس كل حاجة عاوز تقولها قولها على النادي الاهلي فبقولك اتعلموا من النادي الاهلي خدوا من النادي الاهلي الحاجة الكويسة اه في اخطاء اه ببقى في اخطاء انما الانجازات ايه يا بسم الله ما شاء الله فانا بقول بش عيب جدا بش عيب ان الاندية تاخد من النادي الاهلي الحاجة اللي هو تناسبهم على قد امكانيات الاندية وشوفوا انت هتعملوا ايه هتشوفوا بقيتوا في حتة تانية النادي الاهلي من سنة 1907 ماشي على لاين واحد لا بيجي كده ولا كده لذلك اي لعيب بيخش النادي الاهلي عنده يابيض يسود ابيض بتكمل وربنا بيكرمك يسود بخش بقى في الجحر فعشان كده انا بقول للنادي الاهلي مبروك على نتيجة مباراة الزمالك والبنك الاهلي اللي تصدرت بيهم مع الخصم خصمين اللي هو 11 نقطة مع نادي الزمالك و6 نقاط مع فيوتشر انا على كل حال انا في الجزئية دي مش عايزة بتلوش انا ما تلوش انا بنبالغ انا بهني وشوفتوا كمان يعني بس اشنا بلكوا الحاجة الجميلة ان مجلس الادارة بعد المباراة على طول الكابتن محمود الخطيب عمل بيان بيوجهه للنمر واحد لمين للجمهور وبعد كده للجهاز الفني واللعبين طب في ايه في احلى من كده ايه في احلى من كده ايه في دي منظومة يا جماعة والله العظيم النادي الاهلي منظومة النادي الاهلي مصدر السعادة للكرة المصرية النادي الاهلي ببقى كويس منتخب مصر ببقى كويس ما احترامي كل الاندية شايفين الاندية كبيرة كلها بتعاني شمعنا النادي الاهلي بدليل شوفوا الاسبونسورز اللي داخل على النادي الاهلي كله عامل ازاي لولا ان بقى فيه ليمند معين كده كان النادي الاهلي ده بقى في حتة تانية كمان انما شوفوا الاسبونسور قد ايه بيتخانقوا كل واحد عاوز يخش ويبقى ليه حتة من الترطة اللي موجودة عشان كده بقول لكم مش عيبة متعلموا من النادي الاهلي النادي الاهلي مصدر السعادة للكرة المصرية وده بدون مبالغة ما ليه جعب بالباقي ولا الكلام ولا اي حاجة تاني عشان كده انا بقول النادي الاهلي مبروك ونقفل على المحلية ونبدأ نخش على العالمية ان شاء الله من يوم 1 فبراير اللي هو عيوافق اليوم الاربع فعشان كده بقول لكم ما تقلقوش بقول لي جميلة الاهلي ما تقلقوش على فرقتكم ولا لعابتكم ولا جهزكم الفنية ولا على مجلس داريتكم وانا عندي وعد وكلام اللي انا قلت تقول لكم قبل كده في صفقة او صفقتين جايين كمان جمدين قاوية مجلس درب او كابت المحمود الخطيب كان لعيب كهرة كنا شاهدت ليه مجروحة راجل بيفكر راجل بيفكر كويس تقول لي تا اعملت جامل محمود الخطيب محمود الخطيب ايه هبندي كل واحد قد حقه كابتن الخطيب كان لعيب يعني احنا كنا زماني في الملعب بنتفرج عليه بنسرح واحنا بنلعب جانبه وكنا بتفرج عليه ادارة بسم الله ما شاء الله محققة نتائج كويسة لاني بقول لكم مجلس ادارة بتاع النادي الاهلي من 1907 لحد 2023 كل واحد بيسلم الراية للتاني كل واحد بيسلم الراية كل واحد ما بيقولش أنا بيقول النادي والكيان اللي هو النادي الاهلي نتمنى ان شاء الله ان النادي الاهلي يشرفنا زي ما هو بيشرفنا قبل كده في كاس العالم الاندية اللي بتقام في المغرب يوم واحد فبراير ويسعد جماهيره زي ما هو بيسعدهم على المستوى المحلي والافريقي